اشتركوا في القناة نسميها الضرب بالعامل المرافق طريقة ضرب بالعامل المرافق اول فقرة ان تكون الدالة كسرية والمقام يساوي صفر وصعوبة التحليل احيانا او احنا نقدر نستنتج الابسد اللي عندنا ضمن اجنة ان اكو حديا تحت الجذر ايضا تقدر تستفاد من هاي الفقرة لاحظ هنانا بالتعويض اذا حوضنا لثلاثة بالمقام راح يصير ثلاثة ناقص ثلاثة يطلع الناتج صفر اذا لازم نلقي طريق اخر انحل بي وهو اما طريقة التحليل والاختصار او الضرب بالعامل المرافق هنا عندي حديا تحت الجذر صعوبة التحليل اذا راح يكون عندنا نضرب في العامل المرافق او العامل المنسب الى البسط العامل المنسب اللي مكتوب امامك باللون الاحمر باوي احنا عندنا جذر اكس زائدا واحد ناقصا اثنين هذا العامل المنسب اليه راح يكون اللي تحت الجذر ما يتلاعب بيه الاشارة الخارج الجذر تغير لي اياها لاحظ هالاشارة تبدلت كانت سالب صارت موجب لو كان بالسؤال موجب تغيرها تسوي لي اياها سالب اذا هنا جبنا العامل المنسب راح نضرب بالعامل المنسب نضرب البسط مع البسط وراح نضرب المقام مع المقام انتبه طريقة الضرب الشو راح تكون اي عدد يضرب في المرافقات ماته او العامل المنسب اليه راح يكون مربع الاول ناقصا مربع الثاني مربع الحد الاول ناقص مربع الحد الثاني اذا هذا المقدار السمن اريد اضربه راح يصير عدي الجذر اكس زائد واحد راح يكون تربيع ناقص الحد الثاني تربيع اللي هو اثنيين تربيع ناقص تربيع مع الجذر راح يبقى عدي اكس زائد واحد ناقص ناش راح يكون عدي اربعة لاحظ هذه الخطوة من ربعناهم وهذا صار اكس زائد واحد ناقص اربعة اما ذولة اللي غير مترافقان نقول عليهم او خلنا نقول عليهم المختلفين ذولة شو راح تحلهم المقدار اللي يحتوي على الجذر ينزل كما هو اما المقدار اللي يختلف ما بيجذر اذا كان ممكن تحليله باخراج العامل المشترك او فرق بين مربعين او ما شابه ذلك نحلله اذا غير قابل للتحليل يعني هو ابسط شكل ننزل كما هو هناكس ناقص ثلاثة ما عدنا تحليل بياها نزلناها لاحظ ايضا نزلت هنا ونزل هذا القاوس ايضا نزل بهذا الشكل هناكس زائد واحد ناقص اربعة شوف الموجب واحد والسالب اربعة راح يطوني اكس ناقص ثلاثة طلع عندي هذا اكس ناقص ثلاثة بالباست اذا الباست كله تحول الى اكس ناقص ثلاثة والمقام صار اكس ناقص ثلاثة في المقدار اللي هو جذر اكس زائد واحد زائد اثنين هنا نقدر نختصر طبعا هذا القاوس ويا هذا القاوس اشبق عندي طبعا انت اكثر الطلاب انت اختصر عبالها عبالها بقى بس هذا المقدار يعني بالباست انت عندك الباست اشبقه واحد هذا المقدار بقى بالمقام مثل مواضح قدامك هنا هس نجي نعوض بعد ما اختصرنا راح نعوض نجيب الى ثلاثة نعوضها راح اصبح جذر ثلاثة زائدا واحد زائد اثنين والباست كله ماتهم واحد جذر ثلاثة زائد واحد معناها هو جذر الاربعة جذر الاربعة يساوي اثنين اللي هي هنا مكتوبة الاثنين هذا الاثنين وهذا الاثنين اثنين زائد اثنين يساوي اربعة اذا الناتج يساوي واحد على اربعة اذا الليمت اكس يقترب من ثلاثة الى هذا المقدار اللي امامك يساوي واحد على اربعة نسوي لمراجعة قبل من ننتقل إلى مثال آخر إذا كان عندك دالة كسرية والمقام يساوي صفر فالحل عندها ضمن المنهجاتنا راح يكون بطريقتين أما باستخدام التحليل ثم الاختصار أو باستخدام الضرب العام المنسب ثم الاختصار إذا حللنا واختصرنا خيرا على خير إذا ما يجى التحليل عندنا يعني مثلا هستفاو على هذا المقدار شو راح تقدر تحلله أنت من تلقي بالسؤال دالة كسرية المقام يساوي صفر وتحتوي على أكثر من حد داخل الجذر راح يقول لأستاذ وين داخل الجذر؟ راح يستمع عندك هذا X زائدا واحد ناقصا اثنين اللي تحت الجذر كم حد أكوه؟ أكو أكثر من حد هذه رأسا نفكر بالعامل المنسب أو العامل المرافق هذا راح نضرب الدالة بالعامل المنسب راح نضرب الدالة كله البسط والمقام بهذا العامل المنسب شنو؟ قلنا نفس المقدار عكس إشارة خارج الجذر عكس إشارة خارج الجذر فراح نضرب البسط والمقام بهذا المقدار عملية الضرب المترافقان يكون مربع الأول ناقص مربع الثاني اللي هنا صار عدي شاهد مربع الأول ناقص مربع الثاني يتبسط أما هذا المختلف عنهم فهذا راح يكون إذا قابل للتحليل يعني بمجال نحلله حلله طبعا غالبا هو التحليل يكون بالعامل المشترك غالبا به شيء مواضيع نظم من المنهجماتنا أو إذا ما بيتحليل فينزل كما هو نزلنا كما هو وطلع عندك هذا الحال اللي يساوي إنه واحد على أربعة طبعا بعد التبسيط قلنا هنا طلع حكس ناقص ثلاثة واختصرنا وأكد لك أن هذا يبقى واحد بالبسط مو تكتب لي ياه تشيل تقول لي لم يتبس هذا المقدار يعني تعوف صحينا بواسط لا أنت البسط بقى عندك واحد هذا ما كان بالمقام يبقى بالمقام ونعوض بعد لالك بما موجود بالمقام لحظة هنا هنا السؤال اللي أمامني هذا السؤال اللي أمامني أتمنى تطلع ورقة وقلب وتبدي ويانا تحل إذا الوقت أخذنا فاصل حتى تتستغل وقت الفاصل وتحل لهذا السؤال لإيجاد الثوابط لتكون 2x زائد b fx تساوي 2x زائد b أو x تربيع زائد واحد عندما هناك x أصغر من أو تساوي سالب واحد وهناك x أكبر من سالب واحد جد قيمتي ايو بي إذا كانت f مستمرة عند x ساوي سالب واحد وإن f للاثنين تساوي سبعة لاحظ هنا عندك طبعا يريد قيمة ايو بي يعني يريد من عندي مجهولين أو متثابتين عندي يريد أوجدهم نسوي لازم معادلات بقدر الثابت اللي موجود الثوابت اللي عدي عدي ايو بي لازم أسوي معادلتين هذه المعادلات مين تجيبها؟ المعادلات راح نجيبها من معلومات السؤال معطيات السؤال يعني مو كيفنا احنا نجيب معادلات اكيد اكفت معلومة نستفاد من عدها نطلع من عدها معادلة لاحظ المعلومة من قال f مستمرة بما انه الدالة مستمرة عند x ساوي سالب واحد هذا معنى ان الدالة للغاية موجودة لان احنا ما تتحقق الاستمرارية الا بوجود الغاية اذا بما انه f مستمرة عند x ساوي سالب واحد اذا للدالة لغاية عند x تقترب من سالب واحد اذا كان للدالة لغاية معناها غاية اليمين تساوي غاية اليسار يعني ال-l1 يساوي ال-l2 اللي هنا بدينا من عده ال-l1 منه؟ ال-l1 هو limit للطرف الاول وال-l2 راح يكون limit للطرف الثاني فصار هنا عندنا limit x يقترب من سالب واحد لل-h2x زائد b يساوي limit x يقترب من سالب واحد لل-x تربيع زائد a راح نعون مكان قيم x بسالب واحد راح يصع عندنا 2 في سالب واحد زائد b يساوي سالب واحد تربيع زائد a بعد التبصيط 2 في سالب واحد لاحظيناها راح تحصل سالب واحد زائد b والسالب واحد تربيع هو واحد فرح يصير عندنا واحد زائدين اي بعد الترتيب ننقل الاثنين او الواحد هنا وناخد البينار رح يصير عندنا اي ناقصا بي يساوي سالب اثنين ناقص واحد اي ناقص بي يساوي انه سالب ثلاثة حصلنا على معادلة رقم واحد وهذه المعادلة اجتني من خلال معلومة اولى بالسؤال اللي هي الاستمرارية اروح على معلومة اخرى احصل من على معادلة ثانية اللي هي اف للاثنين يساوي سبعة هذا الاف للاثنين يساوي سبعة هذا بعيدا جدا عن الاستمرارية هذا فقط تعويض يعني راح تشوف السبعة الاثنين وين تتحقق وين عوض فراح نقول له اف للاثنين يساوي سبعة زين ابيا ابيا وين يتحقق الاثنين شيك هنا اذا عوضنا مكان هذا الاثنين او عوضت مكان هذا الاثنين من اللي يطين عبارة صائبة عبارة صائبة راح تكون هنا اثنين اصغر منه تساوي سالب واحد وهنا الاثنين اكبر من سالب واحد لان يتحقق بهذه راح عوض بهذه مكان الاكس عوض الاثنين فصار اثنين تربيع زائد اي يساوي سبعة بعد ذلك انحل هذه المعادلة راح يطلع عندنا قيمة اربعة زائدا اي تساوي سبعة ننقل الاربعة الى الجهة الثانية راح يطلع عندك اي يساوي سبعة ناقص اربعة وبالتالي راح نحصل قيمة اي تساوي ثلاثة نرجع نعوض في معادلة رقم واحد طبعا راح تسألني وراح تقول لستاذ انت قلت لي لازم نحصل معادلتين انت حصلت لي بس معادلة رقم واحد لا هي بالاصل هاي هم معادلة هاي معادلة نقدر نبقى لها رقم اثنين لكن هذه معادلة تحتوي على متغير واحد وهذا المتغير الواحد نقدر احنا نحلها المعادلة فماكو داعي نحل بطرق اخرى وجيت بقيمة اي فهنا راح نعوض الاي في معادلة رقم واحد بعد ما عوضنا في معادلة رقم واحد راح يصير ان احنا اذا تذكر معادلة رقم واحد كانت اي ناقصا بي تساوي سالي بثلاثة مكان الاي عوضت ثلاثة صار ثلاثة ناقصا بي يساوي سالي بثلاثة راح انقل البي لهذا الطرف حتى تكون الاشارة موجب وننقل الثلاثة الى هذا الطرف راح يصير البي يساوي ثلاثة زائد ثلاثة وبالتالي راح يطلع البي يساوي ستة انانا انتهى هذا المثال مالتنا فاصل وراجعين بياكم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة